السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي مرة اخرى فيديو جديد مع وصفه جديدة ان شاء الله اليوم هنحضر معكم واحد الكيكا ديال الشوكولاتة لكتجي مسقية خفيفة ولديدة بزف طريقة سهلة مكونات بسيطة لدقها غيحمق عليها كتجي مسقية خفيفة لديدة بزف غنخليكم مباشرة مع المقادير وطريقة التحضير ودعجكم الفيديو اخواتي ستمنى تشجعوني بجامل الفيديو والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا على بركة الله ندوز مباشرة لتطبيق الوصفة مع ذكر المقادير في نفس الوقت فبسم الله على بركة الله في كسرنا غنحتاج 100 قرام من الشوكولاتة السوداء او لا 13 مربع ديال الشوكولاتة هادي استعملت نوعية غالة غنضيف عليها جوج اكياس من الكاكا والمور او لما يعادي ال 14 قرام كاكا والمور نوعية جيدة هنفرغ عليهم كاس ديال الحليب هنحركهم وغنوضعهم فوق النار حتى كدوب ديال الشوكولاتة وكيغل الخالات كيو اللي عندي بهذا الشكل هذا هنجيب واحد الكاس وغننقص منه واحد شوية تقريبا كاس الى ربع غنحتفظ به في التلاجة بهذا الكاس هذا وهذا الخالات الاخر غنخليه برد جانبا غاندوزون حضروا القلب اللي غنستعملوه دهنتو بالقليل من الزبدة رشيت فيه القليل من دقيق بالنسبة للقطر ديال المور اللي غنستعمل هو 22 سنتيمتر غنحتفظ به في التلاجة وغندوزون تحضير خالات الكيك اللي غنحتاج فيه جوج حبات من البيض دائما يكونوا بدرجات حرارة المطبخ رشة صغيرة من الملح كيس من سكر فانيلا كاس من سكر حبيبات غنطرب المكونات جيدا مع بعض ديتهم حتى كتنساجم مع بعض كذلك يدوبوا حبيبات السكر كنتحسوه على خالات كيكون ابيض اللون دياله من بعد غنضيف عليه كاس الى ربع من زيت نباتية كنستمر دائما في التحريك حتى كتنساجم لي الزيت مع الخالات الاول والان غنبدأ في اضافة النواشف غنضيف الكاس الاول من الدقيق الابيض لضروري ما نغرب له غنحول ندخله هكذا في الخالات عاد غنضيف الكيمياء الثانية دائما نضيفوه تدريجيا ما نضيفوه شو دفعة وحيدة باش مية ما يتكتلش ليكم والان غنضيف الكاس الثاني اي مية عادي تين قرام لانه كل كاس كيوز مية قرام غنضيف عليه جوج اكياس من خاميرات الحلويات لمجموع 16 قرام نحاولوه نغرب له مع الدقيق باش نضمنو انه غايتفعلو لنا يعني ما يتكتلوش لينا وسط الخالات كنحاول نخلط جيدا الخالات ديالي حتى كينساجم لي مع هاد الكيمياء من دقيق والان غنجيبو دك الخالات الاول اللي كنا اه احتفظنا به في الكسرونة غنضيفوه على الخالات وغنحركو جيدا حتى كينساجمو مع بعض هال كيكا هادي كتجي شبعانة شوكولاتا كتجي لديدة بزاف وخفيفة اللي دقها عندكم غاي حمق عليها غير جربوها اخواتي بهالطريقة هادي غتولي عندكم ادمان كما كتلاحظو هادا هادا هو القوام اللي خاصنا نتحصلوا عليها في الكيك ديالنا ما هو خفيف ومشي تقيل مباشرة سنغنفرغها في المول وغندخلها للفرن اللي كيكون سخنته مسبقا شعل غير ملتحت فقط ضروري يكون سخن مزيان اللي كنتخلي كيك ديالي كنقسع فيها مهيلة بزاف ونخليها حتى الطيب ونشمل ريحة ديالها عاد كنطلع لها المدة ديال خمسة واربعين دقيقة تقريبا بالنسبة لفرن كهربائي نفس الشي يكون مسخن مسبقان شعل غير من الاسفل فقط على مية وثمانين درجة هادي الكيك ديالي من بعد ما طابت دائما باش نعرفو الكيكة طابت كنجربو هكا من الوسط ديالها بشي سكين او لعود خشبي كنشوفو اللي خرج نشوف يعني راها صافي طابت الكيكة وهي سخونة غنسقيها بواحد الكاس ديال القهوة اللي كنتو اجتوه تقبل وخليتوه برد مزيان يعني راها القهوة راها باردة والكيكة راها سخونة باش تشرب لي هاد الخالات من بعد ما شربعت الكيكة ديال القهوة اللي سقطها بها وخليتها حتى بردات ضروري ما تخلي واحدات برد مزيان عاد كتاخدو داك الخالات اللي كنا نقصنا وحتفظنا بها في الثلاجة كنا نغطي بها الكيكة ديالنا عكا من الفوق وكنا نخليوها تبرد مزيان في الثلاجة من بعد كنكملوها كنكملو لها التزيين من بعد ما خليتها حتى بردات مزيان زيينتها بخطوط من الياغورت او لضانون عادي بش زيينتها ورشيت عليها القليل من الفيرميسي الملون مهم زيين تبدأ كشي اللي متوفر عندي ممكن تزيينوها على حسب الرغبة ديالكم وعلى حسب المتوفر المهم ان الكيكة كتجي خفيفة مسقية لديدة بزاف مدق شوكولات والقهوة من الاد ما يكون كانت تمنى تجربوها وتردو علي في التعليق قلوا لي كيف اجدتكم وكانت تمنى اخواتي اذا عجبكم الفيديو تشجعوني بجامل الفيديو شي تعليق محفيز من عندكم وتبرتجيوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم كنشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة وان شاء الله نتلقاه في فيديو قادم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة